كاين بعض الناس مرات يكون هناك ناس يغلطوهما وما يعرفوش يقولك آه الجيش مسيطرين عليه الشاوية حاكم شفتو خنش لتحترق الجيش موش مسيطرين عليه الشاوية ولا القبائل ولا العرب سمحوا لي مرات لأننا اضطر نقول هذا الكلام لأنه باش نرد على بعض التخريف الجيش مسيطرين عليه المجريمين هم جزائريون صحيح لكنهم مجريمون ما تنسبهم لا للشاوية ولا العرب ولا القبائل ولا المزعب ولا غيرهم يعني المزعب هذا اللي جابوه حطوه على رأس ما يسمى بالبرلمان يمثل ابن مزعب هو في غردية جبر بعلاف صوت من مئتين الف صوت جبر بعلاف صوت باعترافهم هم يعني اثنين في المئة هذا يمثل ابن مزعب الآن أبدا إنما هو MDS كما الكادياس كما لادياس كما السيدياس إلى آخره إذن إخواني ما تتخلوش في هذا الألعاب كنت نناقش في واحد الأفراض الأمس قال لي قال لي أن الشعور اللي عندهم أن القبائل حكمي للبلاد قلت لهنا ندوخ كي نسمع هذا الكلمة خلينا نشوفوا الفاكت خلينا نشوفوا الفاكتس خلينا نشوفوا الفاكتس وش معنى هالقبائل حكمي للبلاد ما معنى أولاً البلاد ما تمشيش بأن هذا قبائل يحكم ولا هذا عربي يحكم ولا هذا شاوي بالعكس المفروض أي بلاد محترم موش لأنك أنت ولد قبائلة ولا عربي ولا ولا هندي ولا صيني ولا بيتنا لا الكفاءات أبناء الوطن الكفاءات والإمكانيات واختيار الشعب لكن حتى لو كنجو الحقائق باش ما يغلطوكش يامن تكون ربما في سعيدة ولا في عند دفلة ولا في عنابة ولا في ورقلة كي يجي يقولك لقبائل حكمي البلاد ركراك كراه ليس صح أكين قبائل مسيطرين على مناصب معينة كين عرب مسيطرين على مناصب معينة مو مش لأنهم قبائل أو عرب أو شوية لا لأنهم مرتبطين بالعصابات لأنهم جزء من العصابات يامن اختصار بسيط لو كان نجوبه ما كانش قبائلة ما كانش رئيس قبائلة من مستقلال البلاد ما كانش رئيس من أصول قبائلة ما كانش ولا وزير دفاع ولا قائد أركان على سبيل المثال ومرة واحدة يجادلني يقول لي القبائل هم اللي ساهموا في التسعينات قلت لمحمد العماري ما كانش قبائلي خالد نزار ما كانش قبائلي جنيزية ما كانش قبائلي العربي بالخير ما كانش قبائلي على سبيل المثال النظام لا ينظر إذا كنت ولد قبائلي ولا عربي ولا مزابي ولا شاوي ولا تارقي ينظر إذا رأك موالي له جزء من العصابات عابد عندهم ولا لا هذه الحقيقة إذا كنت قبائلي حر فرح يحدث لك ما يحدث البرهيم الإعلامي قبائلي حر أو محمد حمالي أو مع طبل والناس أو قائمة طويلة من اللي قتلوا أو سجنوا أو ظلموا ظلما وإذا كنت عربي حر نفس الشيء وإذا كنت شاوي حر نفس الشيء يعني خانشنا اللي تحترق منها كثير من الجنرالات من خانشنا ومن باتنا ويجدرونهم هذه المناطق رأي من أكثر المناطق تخلفا لأن الجنرالات يروحوا للعاصمة خلاص أو الوزراء والسفراء والقوضات مهم همش الارطيبات ما عندوش علاقة بالعرق أو باللغة أو إن ولدت ما عندوش والحمد لله أن ما عندوش لكن عندو علاقة بشيء أبشع وهو بالولاء لنظام الوكالة لنظام الاحتلال الغير المباشر لنظام العصابات هاي الحقائق آه كاين بن عميس هذه مسيطرة في الجزائر لماذا؟ ليه مكاش دولة مدنية مكاش رقابة مكاش قضاء مكاش إعلام حقيقي كاين بن عميس كاين ما عارف كاين لي يعرف واحد هو من البلدة الفلانية والدشرة الفلانية والمدينة الفلانية يجيب صحابه وبن عمه ليشد مسؤول واللي ما يجيبش القراب ليه يجيبهم بالمال أو بأشياء أخرى هذه هي الحقائق الجزائري يجب أن تبنى على أننا كلنا جزائريين لا أحد فوق أحد ولا أحد دون أحد وعلى أن القضية تبنى بالكفاءات وبالقدرات لشغل المناصب وأن هذا ينبع من إيرادة الشعب الحر وليس لأنه عنده الدبابة أو لأنه عنده لأن الحكم هو حكم الدبابة من 1962 ونحن تحت حكم الدبابة ومن 1832 ونحن تحت الدبابة قاوم أهلنا في أيام الاستدمار المباشر وههم يقاوم الشعب الجزائري منذ 62 هو يقاوم زمان كانت مرة هنا في هذا الجهة في هذه البلاد في هذه المنطقة في هذا الآن شعب الجزائري كله خرج برغم كل ما يحدث الحراك برغم كل المراوغات والتلاعبات والخيانات لكن الحراك هو حراك جزائري ككل وسينتصر إذا بقي جزائري ككل وسينتهي لا قدر الله وينهزم إذا خرج من إطار الوطني وانحصل في مدينة أو في منطقة أو في الجهة الحراك للجميع والجميع مسؤول على نجاحه لأن بعد الله سبحانه وتعالى الحراك أمل كبير أنه يضع الموازين ويعيد حد أدنى من الحقوق في البداية